اشتركوا في القناة سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل في هذه الدروس المختصرة سوف تعرض بإن الله سبحانه وتعالى إلى بعض المسائل متعلقة في الحج والتي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين فأسأله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء على ما يبذلونه من جهد في نشر العلم كما سأله سبحانه وتعالى أن يسر حج المسلمين وأن يرفع الغمة عن المسلمين والمسائل التي سوف تعرض لها بإذن الله سبحانه وتعالى تتعلق ببعض المسائل التي تسمى نوازل وهذه وإن كانت لا تأخذ معنى نازلة بتعريف علماء الفقر رحمة الله عليهم لأن هذه المسائل المذكورة قد تعرض لها العلم في هذا الجمان وكثير من ما يعرض في بعض المسائل أو ينزل من بعض المسائل مما وقع أو تكلم العلم على أصله من أهل العلم المتقدمين لكن قد يكون في جانب من جوانبه يحتاج إلى نظر وبحث وبحمد الله سبحانه وتعالى أمنه وكرمه أن هناك مجامع فقية ومجالس وفي هذه البلاد من المجامع الفقية والهيئات الشرعية الشيء الكثير والخير الكثير فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد وقد تعرض أهل العلم في هذه المجالس وهذه المجامع إلى كثير من النوازن التي تنزل بالمسلمين في العبادات والمعاملات وسائر ما يحتاجون إليه وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة وعلى شمولها لجميع الأحكام وكل ما يأتي وينزل من أحكام فإن في الشريعة بيانه وتوضيحه بحمد الله ومنه وكرمه كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لكن هناك بعض المسائل ما يسمى بالنازلة وهي ما يكون واقعا ويكون أيضا جديدا وبعضهم يقيده بالشيء الشديدة أما لعمومها للمسلمين أو لأن البحث والنظر فيها يتطلب إلى اجتماع أهل العلم أو من تيسر من أهل العلم في هذه النازلة فيلحقونها بأشبهها من الأدلة والأصول والمعاني والمعنى أن هذه النازلة لم يرد فيها نص خاص يفصل في المسألة وهذا مما يبين فضل اجتماع أهل العلم والتقاء أهل العلم وبحمد الله سبحانه وتعالى في هذه المجامع يلتقي علماء كثير من علماء المسلمين من جميع أقطار الأرض يلتقون في مجالس وفي رقاءات ويتدارسون ويكونوا فيه بحوث وهذه صار فيها خير كثير وفائدة لعموم أهل العلم وطلاب العلم ومن ذلك كثير من النوازن التي بحث أهل العلم ونظروا فيها وأصدروا فيها قرارات وبيانات وهناك بعض المسائل التي يتعرض إليها وقد تحتاج إلى شيء من التأمل فيرجى النظر في الفصل فيها إلى وقت آخر أو مجالس أخرى ومن ذلك من هذه المسائل ما يعرض لأهل الإسلام في الحج ومع هذا الوباء الذي نزل بعموم الناس نسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرم أن يرفع الغمة عن هذه الأمة وأن يكشف هذا الداء وهذا البلاء وأن ينزل الدواء بمنه وكرمه إنه جواد كريم من ذلك ما يرشد إليه أهل الطب وكذلك يلزم به أهل الشرع في ارتداء الكمامات خاصة في بعض المحلات في المماكن التي يجتمع فيها كالمساجد أو اللقاءات العالرة ونحو ذلك أخذا بالأسباب الوقائية الحسية والتي هي شرعية والتي يجب على المسلم أن يلتزم بها ودلة النصوص عليها في توقي أسباب الأمراض وأن هذا جاء فيها دلة خاصة بل هي نصوص في هذه النوازل من جهة التوقي فما يتعلق بهذا الوباء وهو وباء كورونا نعلم أن ارتداء الكمامات من أسباب عدم الإصابة به إما ممن يكون مصابا به فيحتاب أو قد يكون هو أيضا قد يصاب به وهو لم يكن عارفا بهذا الشيء ولم يكن ظاهرا عليه فيكن سببا في منع انتشاره منه إلى غيره ونعلم أن الحاج نعلم أن الحاج عليه أن يحسر رأسه عليه أن يحسر رأسه لكن هل يجب عليه أن يكشف عن وجهه هذه مسألة فيها خلاف أما كشف الرأس فهذا بلا خلاف بين أهل العلم وأنه لا يجوز له يغطي رأسه فإذا كان الإنسان مثلا في مكان فيه حجاج أو في مكان أيضا فيه مصلود لكن هنا فيما يتعلق بالحجاج فيما يتعلق بلبس الكمامة هذه هل يجوز له ذلك وإذا جاز له ذلك هل يجوز مطلقا أو يجوز ولا فدية عليه هذا يترتب على مسألة كما تقدم وهي هل كشف الوجه واجب أو لسيب واجب في حق الحج في حق الحج هذه المسألة كما لا يخفى فيها خلاف بين أهل العلم فيها خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بستر كشف الوجه أو ستره في حق الحج ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث بن عباس في الذي سقط في يوم عرفة لما أصاب خف بعيره مكانا للهوام فسقط على أم رأسه فمات الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخمروا رأسه لا تخمروا رأسه هذا ثابت في الصحيحين وجاء بصحيه مسلم من طرق ولا وجهه وقد اختلف في هذه الزيادة فمن أهل المن أعلها لكن بالنظر إلى طرقها هو تعدد رواياتها وأنها جاءت هذه الروايات محفوظة من طرق معروفة وأسانيد معروفة دل على أنها من الحديث وأنه كما لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه كذلك لا يجوز له أن يغطي وجهه أن يغطي وجهه وهذا قد يكون أيضا بالنظر في حق المرأة أنه لا يجوز لها أن تستر وجهها بما صنع له بالبرقع والنقاب كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ولا تلبس القفازين فهذا إذا كان في حق المرأة واجبا فإنه في حق الرجل يكون ألزم من جهة المعنى والنظر لأن المرأة مأمورة بستر وجهها وفي حال الإحرام نهيت عن لبس ما صنع له من النقاب والبرقع ولكن على الصحيح لكن هل لها أن تضع خمارها على وجهها هذا في خلاف والصحيح أن لها أن تضع خمارها على وجهها الخمار غطاء يكون للرأس ويكون للوجه ويكون للصدر فهو لم يصنع للوجه لم يصنع للوجه فعلم أن المرأة منهية عن ستر وجهها بما صنع له بما صنع له لا أن تستره بما لم يصنع له فوجه المرأة في الإحرام كبدن الرجل كبدن الرجل كما أن الرجل منهي أن يستر بدنه بما صنع له في حال إحرامه لكنه مأمور بتغطيته بغير ذلك مما لم يصنع له فيما يتعلق بالعورة وكذلك أيضا في غيرها مما لا يكون مصنعا ولهذا يلبس الرداء والإجار فوجه المرأة كبدن الرجل في باب الإحرام وهذا إذا كان كما تقدم أما إذا كان بما صنع له فإنها منهية على ما يسمى بالكمامة هذه والله أعلم وإن كانت لا تغطي الوجه كله لكنها صنعت صنعت لجزء يسير من الوجه فهي مخصصة له ومصنوعة له مصنوعة له ففي هذه هل تأخذ حكم ما يخمر به الوجه مما لا يصنع له أم تأخذ حكم ما صنع للوجه كالنقاب والقفاس فالمسألة مبنية على هذا كما تقدم ولهذا لما كانت المسألة خلافية بين أهل العلم في هذه المسألة من أهل العلم من قال الأصل براءة الذمة ومن أهل من قال إنه مع قوله عليه الصلاة والسلام لا تخمر وجهه ولا رأسه لا تخمر وجهه وهذا صريح في عدم تخمير الوجه بكل ما يستر به في حق الرجل وهذا من جهة المعنى قد يكون موافقا لأن المرأة لم تنهى عن تخمير وجهها إنما نهيت عن ستره بما صنع له والرجل على ظاهر هذا منهي عن تخمير وجهه فإذا كان تخميره فإذا كان يخمر ويغطى بغطاء لم يصنع له فما صنع له من باب أولى إما يكون على قدر عضو من الوجه لأنه تخمير وزيادة تخمير وزيادة وهذا كما تقدم مناسب في حق الرجل من جهة أن كشف أعلى بدنه جاءت لدلة بالأمر به ولهذا المرأة يجب عليها أن تغطي رأسها ويجب عليها أن تغطي وجهها إذا مر بها الركبان ما إذا كانت ما إذا كانت وحدها يعني لم تكن لم يمر بها الركبان في هذه الحالة كما قالت عائشة رضي الله عند أبي داود كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بين الركبان سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا وهذا إسناد فيه بعض اللين لكن يشهد له ما روه مالك في الموطة من رواية فاطمة بنت المنذر وأنها حجت مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأنها قالت مثل ما قالت عائشة وكانت أسماء تأمرهم بذلك ولا شك أن عائشة رضي الله عنها وأسماء أختها وهي تكبرها بنحو عشر سنين من أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر فيما يتعلق بأمر النساء وخصوصا في هذه المسألة فإذا تقرر أن هذه الزيادة الزيادة الثابتة فالأقرب والله أعلم أنه يجب على الرجل كشف وجهه وعلى هذا وعلى القاعدة في هذا الباب أن من احتاج إلى شيء من ذلك فعله وفد لكن هنا مسألة يرد هنا مسألة في هذا الباب وهي أن يقال هل هذه إذا كانت هذه النازلة كان نزولها نزولا عاما هل يختلف حكمها فيما إذا كان نزولها نزولا خاصا تبتع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وقال ومن لم يجد الإزار فليلبس السراوين ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بفدية ولا كفارة عند لبس السراوين وكذلك لم يأمر فدية ولا كفارة عند لبس الخفين عند لبس الخفين وذلك لأن ستر العورة مر واجب وحاجة ضرورية عامة عامة فقد يقال والله أعلم أنه إذا كانت هذه النازلة كنازلة عامة أن يقال حكمها على هذا الوجه وأنه في هذه الحال يجوز له يترخص ولا يلجمه الفدية لعمومها لعموم نزولها والمسألة لأهل العلم فيها اجتهاد وتقدم ذكر الخلاف فيها وهل يجوز له هل يجب كشف الوجه أو لا يجب فهي من المسائل التي تكلمها العلم ومبسط كنافها ومن تقلد قولا من هذه الأقوال سواء كان من أهل النظر اجتهاد أو من أهل التقليد عن بعض العلم فهو على خير ولله الحمد المسألة الثانية من المسائل التي قد تحصل أو تقع وإن كان كما تقدم هذه المسائل جنسها موجود لكن قد تكون صفتها وهيئتها تختلف مثلا في هذا الوقت السفر السفر والحجز بالطائرة خاصة ممن يأتي من خارج هذه البلاد فإنه يرتب الحجوزات لابد أن يرتب الحجوزات وفيما يتعلق بسفره ومجيئه إلى هذه البلاد وكذلك في رجوعه من هذه البلاد فقد يرتب سفره ووقت رجوعه في تاريخ فعند ذلك يضطر هو إلى التأخر يضطر إلى التأخر وذلك مثلا قد يكون بسبب تمام شهر ذنقعدة ويبنى التاريخ في حال يبنى التاريخ في حال الحج مثلا على التقاوي ونحو ذلك وعلى التقاوي ثم يتم الشهر يتم الشهر ويكون اليوم الذي كان الحج فيه موافقا لليوم الثاني عشر من آخر النهار يوافق اليوم الحادي عشر وافق اليوم الحادي عشر لأن عرفة تأخر ثبوته أو لأن عرفة بدل يعني أن يكون في هذا اليوم كان في اليوم الذي بعد الذي كان في الظاهر عندها الحج هو يوم النهار فصار موافقا لتاريخ الحج بيوم العيد فصار يوم التعاشر هو يوم التاسع من جهة الرؤية وثبوت الهلال هذه المسألة وقعت وتقع وتقع كثيرا لكن ينظر إذا كان الذي وضع حجه ورتب حجه لم يحص منه تفريض واجتهد في احتياطه في الأمر ثم جاء أمر يغلبه وهو مضطر إلى السفر مضطر إلى السفر ولا يمكن تأخيره إلا بضرر عليه في هذه الحال ما حكمه هذه المسألة تكلنا في علم وإما وقعت أو عرضت على أهل العلم في حياة شيخ نشي عبد العنباج رحمه الله وإما بلغني عنه ولم أسمعه منه أنه سئل عن هذه المسألة وكان بحضور بعض أهل العلم من الهيئة وغيرهم فالشيخ رحمه الله قال لمن حضر ما تقولون في هذه المسألة من جهة من يعني ضر إلى السفر وحتى الآن بقي عليه الرمي اليوم الثاني عشر من الغد وبقي عليه المبيت ثم بعد ذلك طواف الوداع فالمقصود أنها عيد فقالوا فقالوا للشيخ يعني هم لم يريدوا يعني يتكلموا بحضور الشيخ فقال له من حضر من أهل العلم يريد أن نسمع ما يظهر لك رضيلة الشيخ فالشيخ رحمه الله تأمل قليلا تأمل قليلا ثم قال لهم ما معناه يعني إنه يرى أنهم لهم حكم المحصر لهم حكم المحصر هذا يعني على ما نقل عنه رحمه الله وعلى هذا يكون عليه ذبح شات ذبح شات إذا كان حكم حكم المحصر ويكفي هدم واحد عن الجميع يكفي هدم واحد عن الجميع عن الرمي وعن المبيت وعن كل ما يجب عليه ومن أهل العلم في هذه المسألة من يقول إن هذا إحصار عن واجب وهذا يمكن أن يجبر بدم إذا ترتب عليه ضرر عليه في بقائه في بقائه إلا على قول مثلا لبعض أهل العلم فيما يتعلق بتقديم الرمي هناك قول أو قويل في بعض المذاهب وهو تجويزهم تقديم الرمي لليوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر في اليوم الحادي عشر بحجة أن أيام الرمي هذه أنها كلها وقت للرمي كوقت الصلاة فكما أن أول وقت الصلاة وقت لها لو صلاها وآخر وقتها وقت لها لو صلاها فيه ووسطها كذلك قالوا كذلك من ناجع في هذا ومن قال ذلك سدل بعض روايات في هذا في قوله عليه الصلاة في حديث ببداح بن عاصم بن عدي الأنصار عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص لهم في المبيت عند دوابهم أو مواشيهم وأن يرموا يوم يومين في الأول منهما وفي لفظ في أحدهما في بعض الروايات ويحتاج إلى تحرير روايات حديث ببداح بن عاصم عن أبيه وإلا جماهير أهل العلم لا يجوزون التقديم لأن لكل يوم وقته يرميه أما التأخير فعندهم أيسر تأخير الرمي بمعنى أنه لو رمى الجميع في اليوم الثالث عشر وعلى هذا فتوى كثير من المشيخ عبد جباج رحمه الله لكن لا ترد في هذه المسألة إنما يرد في هذه المسألة فيما إذا وقد وقد يقال الله أعلم إنه في حال على هذا القول في حال الضرورة والشدة في حال الضرورة والشدة جواز ذلك فيما يتعلق بالرمي ما يتعلق بالرمي أما المبيت فيجبه دم وكذلك طواف الوداع ولأنه لا يمكن أن يقال عليه طواف الوداع وهو لم يكمل الحج ولأن الوداع ليس من الحج الوداع ليس من الحج الوداع بعد الفراغ من الحج هناك قول ثالث في هذه المسألة أنه في هذه الحال وهو عدم قدرته على الإكمال فيكون معذورا بذلك كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط المبيت عن الرعاة والسقات لأنهم يتضررون بذلك وكذلك في مثله من كان محتاجا للقيام على مريغ أو نحو ذلك فإنه في هذه الحال لا شيء عليه يعني لو ترك المبيت هذه مسائل كما تقدم مما يقع فيها الخلاف بين أهل العلم والعلم يجتهدون مثل هذه المسائل وهي كأختها من المسائل التي سبق الإشارة إليها أن من تكلم في مسألة واجتهد فيها بشيء من النظر والأدلة فله اجتهاده وهو اجتهاد وهو دائر بين الأجر والأجرين ومن قلده أيضا هو من هذا الباب من قلده فإنه من هذا الباب بمعنى أنه يعني أنه له أن يأخذ بقوله وهذا هو الواجب عليه هنا مسألة ثالثة هنا مسألة ثالثة وهي ما يتعلق ب ما يتعلق بمسألة مضلة الرأس هذه مضلة الرأس هذه وقعت وهي صنع مضلة للرأس تشد على الرأس تشد على الرأس مثل ما يمسكها بيده لكن هذه يسلم مؤونة شدها ومن أيضا مؤونة المتعلقة بالخوف من كونها تؤذي أحدا بأن تكون مثل الشمسية الصغيرة التي فوق الرأس وتحيط بالرأس وبجوانبه وتكون مرتفعة عنه وتكون مرتفعة عنه لكنها تشد بما يشبه السير أو الخيط أو نحو ذلك فتثبت على الرأس فهذه يعني مما وقع فيها الخلاف منها العلم من يرى أن حكمها حكم ما يلبس على الرأس وذلك أن ما يوضع على الرأس أو ما يضله أقسام قسم يضله وهو ثابت مستقر كالبيت وما أشبه ذلك مثلا وقسم يضله وهو متنقل إما متنقل فيك السيارة التي يستضله يوم محرم سنيركب السيارة الغمارة مثلا فهو تضله وهذه أيضا لا بأس بها على الصحيح هو قول جماهير العلماء ومثله لو استضلال بخيم نحو ذلك وقسم الثالث ما يضله مما يمسكه بيده مثل ما يكون مع الشمسية يسير وهي بيده ويستضله بها من الشمس هذه أيضا الصحيح لا بأس بها قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أم الحسين رضي الله عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند جمرة العقبة ومعه أسامة وبلال أحدهما يغلله من الشمس وهو يرمي عليه الصلاة والسلام هل هذه التي تشد بالرأس تأخذ حكم الشمسية اليظهر والله أعلم من جهة ما يتعلق بالمعانية تشبيه ولكن يشبك بما يتعلق بالخيط ومثل هذا الخيط لا يعتبر ساترا للرأس أو لا يعتبر تغطية لا يعتبر لأن الأظهر في تغطية الرأس هو ما يكون تغطية عرفا ما يكون تغطية عرفا أما مثل هذا السير فلا يكون من جنس ما يغطى به الرأس فإذا شد أو ثم كانت هذه المضلة فوقه فهذا فهذا خاصة إذا كان هذا السير يعني لا يحيط بالرأس كله بل على الأذن والأذن فيها خلاف هل يجوز تغطيتها أو لا يجوز تغطيتها مع أن الحديث لم يأتي في تغطية الأذن بل جاء في تغطية الرأس والأحكام قد تتبعض لأن الأذن من الرأس في بعض الأحكام وفي بعض الأحكام لا تكون من الرأس كما تقدم وهذا أظهر أسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح منه وكرمه آمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد